أكد مدير الأمن العام اللواء الركن حسين الحواتم استمرار الحملات الأمنية التي بدأت مديرية الأمن العام تنفيذها منذ أسابيع وبدأت نتائجها الإيجابية تظهر ويلمسها الجميع من خلال ما يرد من تغذية راجعة وردود إيجابية من المواطنين والتجار في مختلف مناطق المملكة وأطمأن اللواء الركن الحواتم خلال جولة تفاقدية لوسط العاصمة على الأوضاع الأمنية واستمع لملاحظات عدد من التجار لافتا إلى أن العمل الأمنية متواصل ولا ينتهي ولن يتم السماح لأي كان بالتعدي على حقوق الآخرين كما أكد الحواتم في تعليمات وجهها لرؤساء المراكز الأمنية بعمل جولات ميدانية وتخصيص فرق تتجول في الأسواق للإطمئنان على الأوضاع الأمنية وتلتقي مع التجار وأصحاب الأعمال والأفراد والاستماع لملاحظاتهم والتعامل معها بشكل مباشر مبينا أن تعاون المواطنين في الإبلاغ عن الملاحظات والمشاهدات كان له الأثر البالغ في مساعدة رجال الأمن العام لوضع حد لكل من يحاول التعدي على حقوق الآخرين